جزيلان طالب في كلية العلوم الإدارية يأمل أن يصبح مدريبا في مجال التسويق حيث دفعته الرغبة في كسب المعرفة وتطوير مهاراته إلى الالتحاق بالدورة الأولى من نوعها في هندسة التفوق الحياتي ومهارات التواصل الفعال في العاصمة المؤقتة عدن من خلال دخول هذه الدورة نتعلم أشياء إيجابية والتفكير الإيجابي والاستفادة في الحياة اليومية وكذلك النظر إلى المستقبل البعيد الدورة المجانية التي أقيمت في مديرية خرمكسر برعاية رئيس جامعة عدن الدكتور خذر لصور وبشراكة مع مؤسسة اليقظة شهدت حضورا لافتا من الشباب المتلحف لهذا المجال الجديد لإثراء مسيرته في الحياة حيث تسهم كما يقلون في إكسابهم مهارات من شأنها مساعدتهم في زيادة فرص الحصول على الوظيفة في سوق العمل والتغلب على البطلة أكيد أي شخص خريق أو طالب قامعي يحتاج أنه يتفوق في حياته سواء العلمية أو العملية فمن محاور الدورة اللي شفتها بالإعلان أنه تساعدك بتفوق بحياتك كيف تقدر تطور حياتك سواء بحياتك بالبيت بالشوق بطبيعة عملي أنا كصيدلانية فبحتك بناس كثير فحاس أن هذه الدورة بتساعدني كيف أتعامل مع الآخر كيف أتعامل مع ذاتي في عندي طموحات في عندي أهداف يأمل الشباب في جامعة عدن ومديرياتها أن لا تكون هذه البرامج مجرد دورات تدريبية عابرة فأمنياتهم تمتد إلى الاستمرار فيها وأن تواصل الجامعة تقديم المزيد من التشجيع من خلال أنشطة تدريبية لتطوير أدائهم وتنمية قدراتهم حليل جمال بالقيس عدم ترجمة نانسي قنقر